الحقيقة ما مرش على مصر أزمة اقتصادية زي اللي احنا بنعيشها الأيام دي النظام المصري وأدراعه الإعلامية بيطلع يقولوا أصلا الناس مش عارفة الأرقام أصلا هم بيقولوا أي كلام نشأة طالع مبارح يقولك فيه مؤامرة خارجية والإعلام الغربي مستهدف مصر وكلام زي كده وبيقولوا كلام مش حقيقة لكن الحياة للوضع الحالي الواقع ان احنا عندنا قطاع مالي شبه مفلس عندنا هيكل استحقاق ديون ضخم جدا وعندنا وجود مخزون كبير جدا من الديون عندنا ديون خفية محدش عارفها مش عارفين أصلا مقدرها كام ولا أي حاجة حتى الدين العام الحكومة بتجذب بتقول ان هو 83% ل94 وهو بتقديرات خبراء الاقتصاد هو 130% يقترب من نسبة بتاعة سريلانكا نسبة لإجمال الدين ما بيعرفوش غير ان محمد معيط هو ده المنزل من عبدالفتاح السيسي فبيهز دماغه زي يونس شلبي قدام أي حاجة انت بتقولها دي مشكلة كنتو مش مشكلة نحن الصحفي يا سيادة الوزير وانت عارف ده لان انت عملت مقابلات مع صحفيين في بلومبرج ما لوش علاقة بمنصبك وليه علاقة بالكلام اللي انت بتقوله وبيحسبك عليه وانا هنا ما ليش علاقة بمنصبك انا ليه علاقة بالكذب اللي انت بتقوله وبحسبك عليه الرقم اللي بنقوله هنا احنا عارفينه كويس ودرسينه كويس وبنقوله بالمصدر بطلع لحضرتك الأرقام بمصادرها بقولك فلاني الفلاني مؤسسة الفلانية قالت كذا التقليل الفلاني اتكلم عن كذا حضرتك بقى أبو المفهومية كلها تعال اطلع وتكلم وقول لنا الأرقام دي ايه لكن تدليسك انك تقول كلام مع نشأة وحمد موسى لانه هيهزوا دماغهم وتقول لبلومبرج كلام تاني ده ما بيدخلش علينا لان احنا بناخد كلامك مع اللي برة انه مصدق لان انت مش هتعرف تكذب على الأجانب لانه هم لو كذبت عليهم هيعرفوا ان انت كذاب فهيطلعوا بمنشط كبير جدا يقولوا محمد مقيد كذاب ما عندهمش اي مشكلة على فكرة في حاجة زي كده لكن خلاصة الموضوع يا سيد الوزير خلاصة الموضوع يا سيد نشأة احنا الحمد لله برنامج الأرقام اللي انتوا بتحاولوا تجاروه لكن زي ما قلت قبل كده وهفضل اقوه فيه فرق في السرعات بيني هنا وبينك مش هتعرف لا تلحقني ولا تمشي جنبي حتى فخليك ماشي ورا محمد مقيد وهز النجا كنشأة وخلي برنامج بسط